لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس في كرونسوس الأولى 1-25 فالسؤال بيقول فما المقصود بجهالة الله وما المقصود بضعف الله وكيف ينسب الرسول بوليس الجهالة والضعف إلى الله لأن جهالة الله أحكم من الناس ضعف الله أقوى من الناس اللي كان بيقول كلمات دي مين؟ الرسول بوليس وكان بيتكلم عن إيه؟ عن مسألة صلب المسيح وصلب المسيح كان بالنسبة لليهود ولليونانيين ضعف وجهالة بالنسبة لليهود ملعون كل ما نعلك على خشبة تيجي تقولي المسيح اتصلب انت مجنون ازاي المسيح اتصلب وبالنسبة لليونانيين دي جهالة اه دي جهالة تقولي ان اله او ابن الاله يتصلب ده ايه الجهالة هو بيقول لهم بقى لأن جهالة الله أحكم من الناس ضعف الله أقوى من الناس في عندنا ضعف شوية في الترجمة العربية أولا ده المسيح بيقول عنه الرسول بولوس أنه هو قوة الله وحكمة الله وفي موقف تاني يقول في كلوس 2-3 عن المسيح المضخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم لكن برضو ما جاوبناش سؤال أمه ليه ضعف الله أقوى من الناس جهالة الله هي جاية في الترجمة الحديثة ومعظم الترجع بالانجليز أقول هالكالقات فما يبدو حماقة من الله هو أقوى من قوة الناس وما يبدو جهالة أو ضعف من الله هو أقوى من قوة الناس ما يبدو لينا إحنا لأنهو بيقول لهم اللي أنتو شايفينه جهالة ده أحكم من كل حكمة الناس ما يبدو ضعف أقوى من قوة الناس يعني ما يبدو أمامك ضعف أن المسيح معلق على الصليب ده منتهى القوة